أهلا وسهلا فيكم بعد انقطاع شهرين عن يوتيوب الآن نرجع لكم دورة جديدة مجانية كنا مشغولين الفترة اللي مضت بالدورات المدفوعة في المدينة المحتلة وخلصنا الدورة مع الطلاة عيدنا واللي بحب يشوفها لسهتها موجودة على موقعنا بحب يشترك فيها الآن رح نبدأ نسوي دورة جديدة دورة كيف تسوي مشاهد سينمائية داخل اللعبة تبعيتك خلينا نبدأ الآن بدنا نسوي مشهد لما يدخل الشخصية كيف يتيش في انتجوا لعبة بتلاقي الوحش بيطلع فجأة أو بيصير في حوار بين شخصيتين في اللعبة في ألعاب القصص والحكي هاد رح تلاقي الآن شخص تنفود انت في منطقة تبدأ في مشهد سينمائي خلينا نبدأ أول إش بنا نسوي خلينا نشغل برنامج انريال انجين فايف بدنا ندخل على اللايبرري في عندك انريال انجين فايف هون وعندنا هون البروجيكس وفي الفولتريتنا رح ننزل اول شي رح نسوي من اللعبة تبعيتنا الاولى نسميها ونختار نوعها طبعا من المهم جدا تعرف اني انا ما رح اشرح كيف تسوي الداونلود لانريال انجين في هاي الدورة رح حط لك ثلاث روابط في الدسكريبشن تحت كيف تسوي الداونلود كيف تستخدم البرنامج كيف تشوف البيوت طيب خلينا نبدأ ندخل على جيمس مش هنستخدم فيلمس هو صحيح فيلم لكن هنسوي جوه جيمس خلينا نختار ثرد برسن كمان نختار برو برينت نختار دسكتوب ماكسيمم وستارتر كونتنت بنا نسمي اس اف من سايينس فكشن انت براحت تسمي اللي تحب تسمي تضغط على كريات رح ارجع برجع بقول لك مرة تانية احنا في هاي الدورة ما رح نحكي كيف تسوي الداونلود رح تلاقي في دسكتوب رابط كيف تعمل الداونلود البرنامج ورح تلاقي رابط كيف تستخدم البرنامج كيف تحرك المجسمات وايش هي الاشياء الموجودة جوه شاشة برنامج الريال انجن تشوف هذيك الفيديوهات وبعدين بتكون انت جهز ما رح الدورة هاي مسوية مسوية للناس المبتدئين نعم لكن على الاقل تعرف تحرك الشاشة تمام الان نتحرك جوه خنسوي بلاي نشوف الشخصية تبقيتنا هذه هي الشخصية اللي حنحطها في اللعبة ممتاز بدنا ننزل لحظة هون الملفات الموجودة عنا بدنا ننزل ملفات اضافية هذا الدرس الاول هننزل ملفات جديدة خلنا نفتح ابيك جيمز نفتح عنه على الماركت بلايس بدنا ننزل ملف من بولر ساينس فكشن اللي هو هذا الملف بدنا اياه بديك تنزل هذا الملف انت طعم برجعك تختار البيئة اللي بتعجبك لكن انا اخترت هاي للمشروع تبعنا انا سويت لها الداونلود الان بضغط على ادتو برجكت هون وبختار الملف تبعنا اس اف هذا هو المشروع ضغط عليه فكبس ادتو برجكت لاحظ انت في المنطقة هاي هون ما في ملف الان لما اضغط ادتو برجكت ستلاقي ملف ظهر شوف البولر هذا الملف راح نبدأ يصير فيه ملفات هذا المشروع ممتاز جدا 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 الان باستنى نزل الملف عنا على المشروع انت في حالتك راح ياخد شوية وقت معك هذا الملف حتى ينزل ممكن ياخد معك نصر على الساعة مش بس داونلود داونلود وكمبيلنج للشيدرز بافكت الان ندخل على ملف البولرز ملف المافس بدنا نشوف مثلا فيه عندنا السونسيت والديتايم خلينا نشوف السونسيت وقت الغروب الان لو سوينا بلاي خلينا نشوف كيف لاحظ هذا مشهد سينمائي قاعد ببدأ اول ما تبدأ اللعبة احنا بدنا نسوي مشاهد مثل هيك تكون في اللعبة تبايتنا فانه اذا بدأت اللعبة ممكن تسوي المشهد من اول ما اللاعب يشغل اللعبة على الموبايل يشغل اللعبة على الكمبيوتر يطلع له مشهد او انه يكون ماشي في الحلقة ولما يدخل في منطقة معينة يبدأ يظهر له مشهد سينمائي انا بدي اوقف هذا المشهد السينمائي والغي من الوجود نهائيا عشان انا بدي سوي مشهد السينمائي تابعنا اول اشير لي على هاي فوق هون في قائمة تفتح لك اضغط على اوبن ليفل بلو برينت اضغط على هاي فتحنا البلو برينت تابع الحلقة اللي احنا فيها الليفل اللي هو هذا الليفل اللي اسمه بولا فرسلتي اكزامبل ماب صنسيت خلينا نيجي بدي ان نبهك على هاي اللي هون افنت بيجين بلاي في البلو برينت في الافنت بيجين بلاي اللي هو بيقولك عند ضغط زر التشغيل او او ما تشتغل اللعبة بدي شغلة تشتغل ايش رح يشتغل رح يقولك بلاي شغل السينما اللي هي هاي اوامرها ممتاز احنا هذا كله هنسوي اشي بسيط ما تفكر هو شكله انت مش فاهم بس هو مش معاقد الان نضغط على alt على الكيبورد alt وبضغط بالماوس على السهم هون فصلت السهم الان بضغط compile save لو شغلت اللعبة الان انا يفترض ما يشتغل المشهد السينماي نجرب ممتاز جدا 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 طيب الان هاي العالم اللي احنا فيه بس خلينا نشوف كمالا ومشين له قدام لاحظ انا وقعت في الارض الارض فيها مشكلة خلينا نشوف مرة تانية الارض فيها مشكلة هاي الارض اللي هون بقد ضغط shift shift f1 حتى احرك الماوس الانطقة اللي هون فيها مشكلة انا لما امشي عليها بمر من خلالها انا ممكن اصلح هاي الان تصليحها سهل جدا هو مش من الدورة مش محتاجينها لكن بدي اشرحها يمكن تستخدم الخليطة هاي لدورة ثانية بتيجي هون تضغط على الارض لاحظ حدد لي مساحة اضغط انا على الارض هاي اللي هون حدد المساحة الان هون شوف editor plan 7 بضغط عليها right click browse to asset بفتح الملف هاد double click عليه باجي هون بدي اسويله كل جن بضغط على هاي باجي بقول له مثلا add sphere box بدي add box هو شكله صندوق يعني فانه هو انا بدي اضيف تصادم مع صندوق سوالي عليه اطار اخضر ان شاء الله يكون مبين عندك في الشاشة بضغط save والان بضغط play الان لو طلعت مرة تانية ومشيت في اوكي في هذا النفس الصندوق فيه الو مكان هون مخفي فيه واحد قدامي طيب خلي نجري نمشي من هون ممتاز طلعنا برا الان بمشي عليه لاحظ انا ما وقعت جو الارض ممتاز جدا جدا طيب الان في عندي انا هون مبين انه في عندي اشي هون بدي امسكو هاد اللي امسكته الان لاحظ هذا ما نعني انه اتحرق قبل شوي بدي اشيله من عندي بطلعه برا الان لما اشغل اللابة مرة ثانية واتحرك لاحظ بمشي عادي ما فيش عندي اي مشاعة فيه واحد ثاني موجود كمان فيه كمان واحد وينو هاي الثاني بدي اشيل الثاني اطلع على فوق اسوي بلي الان الان يفترض انا امشي بدون ما اتصادم مع اي شيء ممتاز ليش الصندوق هاداك هو نفسه فيه نسخة منه اللي كانت على الارض لما حطيت تصادم مع الارض هو نفس الصندوق هاداك بوقد نفس الخصاص فالان انا بقدر افوت واطلع نشوف الان المشهد والمنطقة اللي احنا نشتغل فيها ممشي لجوه تمام بافكت هذه المنطقة احنا ممكن نستفيد منها كثير انو نستخدمها سواء في هاي في هاي الدورة او انك تسوي لعبتك الخاصة بافكت طبعا تبين انو في حاطة ثانية هون بدي شاشيها خلاص مش مشكلة الان بحب اقولك بس انو الان هننبدأ نسوي هاي الدورة اللي بحب ينضم النا على الدورة المدفوعة بفلوسية اسمها المدينة المحتلة على موقع arabgamedev.com الربط هتلاقي في تسكروبشن وهاي الدورة هتكون مجانية راح نسوي مشهد سينمائي اتمنى تعجبكم هاي الدورة ودورة المدينة المحتلة والدورات الثانية يلا في امان الله مع السلام بشرك فيديو اللي بعده